عدنا لكم مساء الخير دائما من نور مينا وبذكر نستقبل اتصالاتكم على 099-99-488 ايضا على الرقم الارضي اللي اليوم اضفنا اللي هو 06-56-89-710 06-56-89-710 ودائما نتشرف بضيوف نور مينا ومن ابناء هذا البلد وحكماء هذا البلد احنا ترى اللي فوق الاربعين نقول عليه حكيم وضيفنا ان شاء الله دائما من حكمانا فأهل وسألها بسعادة العين محمد الشوابكي ابو خوام حياك الله يا سيدي شكرا دكتورنا الحبيب كل عام وانت بخير وشكرا على تنبية الدعوة يا سيدي بيوم الجمعة يعني الواحد بيكون كان بدي يقول عند عياله احنا اطلعناك فاعذرنا لا شكرا دكتور عندما يكون يعني النداء للوطن انا بعتقد ما فيه لا جمعة ولا خميس ولا ليل ولا نهار لذلك احنا مع الوطن ومعكم في نورمينا المحطة والاطلالة التي يعتز فيها المواطن الاردني ويسمع منها وايضا يناقش فيها ويحاور فيها يعني سعادتك انا ما بدي يعرف الناس بتعرف من هو سعادة العين محمد شوك ابو خوام ومواقفك لكن يعني احنا البلد من يومين صارت شغلة يعني حتى ما نخوف الناس اللي الان اضموا النا صار موضوع الحمد لله هلا عم تجينا رسائل بتجينا اخبار الامور مئة بالمئة الحمد لله رائقة في كل محافظات المملكة لا يعني انه ما في شون شويت كذا وشويت كذا لكن انا ما اعترض على قرار للاستاذ محمد الشواك ما اعترض على تصريح اليك ما اعترض يا اخي على سياستك اللي عمالك تقوم فيها في مادبة على سبيل المثال الي حق انه وقف اقول يا سعادة ابو خوام انا مش متفق معك بس ما اعلي صوتي عليك لاني بأذيك وبأذيب جوز ابنائك واهلك ما رأيك اني امد ايدي طب هذي كمان صارت يعني جريمة تانية هل من المقبول ومثل ما قال عطوفة مدير الامن العام ما اجي ناس من بره كلها من عيال البلد اللي عم بتخرمش وهذا الموذي اكثر هل من المعقول انه احنا اللي عبر 22 شهر من تمثيل الديمقراطية الحقيقية نيجي بيومين نخرب هال 22 يعني ساعاتك كيف ترى المشهد شكرا دكتور الحقيقة يعني الحالة التي جرت في الاردن خلال الساعات القليلة الماضية ما في شك انها حالة جديرة في الاهتمام جديرة في الحديث عنها بكل عمق وبكل دقة حتى نخرج من هذه الحالة بإذن الله بقل ما يمكن من الكلفة وحتى نضع بين ايدينا جميعا في هذا الوطن خارط الطريق نتعلم من السلبيات لعلنا نرى الايجابيات في غد مشرك ان شاء الله ما من شك ان الذي جرى الحقيقة كان ردة فعل نتيجة قرار صعب هذا القرار بالتأكيد صعب لما لهذا القرار التي هذا القرار المتخذ من قبل الحكومة الرشيدة هو قرار صعب ما من شك ولا احد في الوطن يبرر ان هذا القرار هو قرار هادف قرار مقصود به فئة معينة وقرار محصور على جهة معينة لا هو قرارا صعبا قرارا له ما يبرره وانه يعني مؤلم لدى فئة من كبيرة من المواطنين لانه قلوا انعكاسات على حاجات الناس اليومية ومتطلبات الناس يعني تقول انه كان يجب ان يؤخذ يعني ما فيش مجال انه المواربة انه انطبط بعد جروح يعني انا والله تسمح لدكتور اقول لك انا لابد يعني كان هناك مبررا امام هذه الحكومة انا لست بصورة التفصيلات بل لكن الحكومة هي حكومة موثوقة ومسؤولة ولا احد يستطيع انه يزايد على ان هذه الحكومة اتخذت مثل هذا القرار يعني جزافة لغايات شخصنا او او الى اخره لكنها هي اعرف بمبررات اتخاذ مثل هذا القرار القرار الصعب هم يعرفون تماما دولة الرئيس انا من الناس الي يعني التقى في احد الحلقات قبل كم يوم وتحدثنا سوية وعبر عن ذلك بان هذا القرار قرارا مؤلما وقرارا صعبا وقرارا وتحدث بكل امانة حول هذا القرار وقدم ما يبرر ذلك هنا تأتي قناعة الناس في هذه المبررات الناس اختلفت حول هذا القرار منهم من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ومنهم من ازداد غضبا واحتجاجا على مثل هذا القرار لذلك نحن مع حرية التعبير للمواطن التي صالها الدستور وايضا مطلوب من المواطن الذي حرص على هذه الحرية ومارسها باحسن صورها بهاليومين اللي مرقا هو مطالب ان يحترم حقوق الدولة وحقوق الاخرين وممتلكات الاخرين وان يكون بعيدا وبمنأة عن التكسير والتخريب والعنف هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا الغريبة على المواطن الاردني المواطن الاردني تجوع الحرة ولا تأكل فديا هذا كنا بنعرفه تماما مواطن الاردني لا يقبل ان يكسر بيته او ان يعادي رجل الامن هذا رجل الامن ابنا واخونا وله مهمة مهمة اولى يعني ومقدسة حراسة وصيانة امننا امننا واستقرارنا العنوان الاول ان في المملكة الاردنية الهاشمية نعتز باستقرارنا وبامنا الميزة الاولى التي تميزنا عن غيرنا من الناس ونرجو ان نحافظ على ذلك ونرجو ان نتفاخر في ذلك ايضا امام الاقليم الملتهب امام الاقليم الاقليم حولينا هنا وهناك ونحن لا نشمت بهم نتمنى لهم ايضا الاستقرار يعني المواطن يعني سعادة ابو خوام ما عاد في ما انا كاعلام بقدرش بقدرش اضحك على الناس بقدرش حتى لو صرت رئيس حكومة ولا صرت بما كنت نزول ما عاد من السهل تيجي تقول للواحد هذه الورقة لونها ترى الزهري بس انت مش شايف لانه هذا الانترنت والنت والقصص ما خلت في مجال اشي تتخبيه الحقيقة ليست يعني محتكرة على شيء ليست محتكرة كلها متاحة الان احب تقول لك المصداقي هي المفتاح لكل شيء والرجال الله يعطي لعافي يحاول انه يكون مصداقية وفتحة لكن برضو ما خلص فشو الحل يا سيدي احنا خلينا نحدد لاخي المشاهد بالضبط يعني قضايا اه نعتقد انها تفيد لا نريد ان نتشعب اولا اولا المواطن له حق التعبير السلمي عما يدور في نفسه في الشأن العام حق التعبير السلمي الذي صانه القانون والدستور جميل لكن المواطن عليه ان يعرف ان هناك محاذير وان هناك اختراقات للدستور والقانون اذا تمت ففي عليها عقاب وعليها شيئا مؤلما جدا التخريب العمليات التي تتم في سطو على مؤسسات الدولة وعلى الاعتداء على رجال الامن وارهاب الناس هذا كلام خارج عن اطار المألوف في الثقافة الاردنية وفي ميزات المواطن الاردنية لذلك هذه الامور مشجوبة جملة وتفصيلا له الحق ايضا عليه واجبات كمان هذه دعوة الى الاخوة المواطنين من مواطن يعني اعتز في ولاه وانتماؤه لبلده ان يعبر تعبيرا سلميا ان يبتعد عن التكسير عن التخريب عن الى اخره وان لا يصطدم وان لا يؤذي رجال الامن رجال الامن هم معنيين هذا القرار يعنيهم يعني رفع الاسعار رفع الدعم لن يكون فقط والله على مجموعة معينة رجال الامن رجال الجيش رجال المخابرات الموظفين الدولة العشائر المخيمات البدو الحضار الشمال الجنوب والوسط في الاردن هم معنيين في هذا القانون اللي عبرنا عنه وقلنا انه والله قانون قرارا صعبا صعبا جدا لكن فيه مبررات لمثل هذه دكتور يعني سعادتك في عندي رسالة من الكويت بعثتها الاخت سناء خير الدين هاكوز مقيم بتقول انا بالكويت ارجو انكم تطمنونا ما تعطونا موجز عن عموم الاوضاع بالوطن الغالي والله ديم الامن والكرم بالوطن من الامارات في عندي رسالة نفس الشي يا جماعة الخير يعني انا بقول لا انا ولا ضيفي العزيز لا عم نهول ولا عمان انا اعطيك اشو مش حقيقي صدقا عطوفته وصل على لوربينة لا وصل بدبابة ولا وصل بمدرعة الشوارع فاتحة لا وحات كلون يعني موش يعني والله الله يديم عليك الصحة والنعمة ابو خوام بقول لك كنت في مدبا انا شخصيا احنا موجودين ترى فضائيتنا بنصف العاصمة دوار الداخلي بعيد عنها هيو كيلو اقل من كيلو اليوم الجمعة الحمد لله يعني اذا فيه اشي الاخوان في الكنترول كان مرروا لي الحمد لله هذه ما فيه اشي الوضع الطبيعي احنا صلنا 22 شهر فيه عندنا كل جمعة مسيرة يا جماعة الخير لكن مثل ما قال اليوم خطيب الجامع حكى كلمة والله يا ابو خوام بدأ احكي اليوم خطيب الجامع قال هناك من يستكثر عليكم هيقال يستكثر عليكم بانكم تعيشون بنعمة وسيصدرون اليكم وهم قريبون الينا انا كنت اقول له يا اخي احكي بالاكتر احكي بالاسماء ومن هم من اللي عم بيشتغل فيه البس هو حكيه صحيح لا صحيح احنا ناس مستهدفين دكتورنا انت يعني لك تجربتك الطويلة ولك مكانتك وفي مسيرتك في خدمة الاردن هذا الاردن بلد مستهدف واذا ما في فهم للاخوان انه هذا البلد غير مستهدف لا بدهم يعرفوا انه مستهدف مر في ظروف صعبة مر في تحديات لليوم والبكرة لكنه في كل الظروف كان يواجه هذا الاستهداث بايمان ابناء الشرفاء بهذا الوطن وبمقدرات هذا الوطن وبقيادة هذا الوطن وبالدفاع والتضحية من اجل هذا الوطن الازمات بتمر لكنها تمر بتضحية احنا مستهدفين والخطيب اللي حكيها صادق هذا يعني في ناس يتربصون يحسدون عن نعمة الامن والاستقرار يحسدون عن الدور على الدور الوطني على الدور العروبي على الدور الانساني على الدور الاممي اللي بتكون فيها هاي البلد بقيادتها احنا عندنا رسائل موجهة للعالم رسائل انسانية ورسائل دينية ورسائل وطنية ورسائل قومية